منتسبي حرس الحدود والأهداف الحيوية على مستوى المنطقة الشرقية يعتصمون أمس الاثنين ببنغازي تفاصيل هذا الاعتصام في هذه التغطية نحن منتسبي الأهداف الحيوية بالمنطقة الشرقية والتابعة إلى ركن حرس الحدود ورئاسة الأركان العامة ولجنة حماية أملاك الدولة نستنكر عدم قيام رئاسة الأركان العامة وركن حرس الحدود عدم دفع مرتبات والتي مستحقة من تاريخ اثنين خمسة فين واثناش وذلك بعد إبرامنا عقود من هذا التاريخ وبعد مطالبتنا الأهداف الحيوية والتي تتبع إليها بسداد مرتباتنا أحالونا على رئاسة الأركان العامة والتي بدورها أحالتنا على وزارة الدفاع ونحن نطالب وزارة الدفاع ووزير الدفاع بشكل شخصي التدخل الفوري لحل مشكلتنا ودفع مستحقاتنا ونحن نستنكر تهميش المنطقة الشرقية متابعة موضوعنا فعلى وزير الدفاع ورئيس الوزراء الاهتمام بموضوعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة